بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 239 لمجلس وزراء مئة يوم من العدوان وجحيم المحرقة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتعذيب والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته ما يقارب مئة ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود وواحد سبعة في العشرة مليون إنسان نزحوا من بيوتهم المدمرة مئة يوم من العتمة بلا كهرباء وقطع المياه ومنع الدواء والاتصالات والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن هذه حقيقة الأحداث التي تجري في قطاع غزة اليوم وعليه فإن محكمة العدل الدولية تنظر بهذه الجرائم إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك من جانب آخر إنني آمل أن يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول كما أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرة الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة وقد توفي البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم وكذلك متابعة التنكيل بالأسرة في كل السجون الإسرائيلية اليوم هناك أكثر من تسع آلاف سجين في سجون الاحتلال في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في كل مكان في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكنة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية والاستباح الهمجية وتجريف البنية التحتية في المخيمات وإرهاب المستعمرين ومصادرة الأراضي وإتلاف الممتلكات من قبل الجيش والمستوطنين واقتحام المؤسسات التعليمية وآخرها في جامعة النجاح في نابلس المطلوب الآن وقف العدوان على شعبنا المطلوب إدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية المطلوب إعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي وإعادة شبكة المياه المطلوب قرار مستعجل من المحكمة الدولية بوقف العدوان المطلوب تحويل أموالنا التي لا زالت تقططع منها إسرائيل ما ننفكه على قطاع غزة وعلى أسر الأسرى والشهداء وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة سوف نطالب إسرائيل في المحاكمة الدولية أن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة وأن تتحمل كامل المسؤولية عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا مجلس الوزراء اليوم يتابع العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس ونتابع تنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها للمجتمع الدولي والتي تم الترحيب بها رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويكف العدوان ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به من جانب آخر إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها رامية لتدمير السلطة وترى فيها عدو وطني قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس وشكرا